تعاني من شعر الزائد و شعر الغليد و شعر السميك و شعر اللي ما كتبغي تشي وصفة تزولو لك او لا عيتي بلا السيغ او لا عيتي بالشفرة عيتي بقلة الحلاقة عيتي بزف ديال الحاجة اللي كي يزولو الشعر من هم دوك اللي بومادا كدية بلا ما ذكروا الاسماع دينهم اللي كيما كان قولو في 5 دقاق أو 10 دقاق كي يزولو الشعر ولكن را فيهم مواد كيموية لبنات را كلينا نوض لها الحبوب كلي اللي يحفظ خليليها جلده دياله كلها مقلعة يعني كينين في بزف ديال مشاكل فذاك شعر الشال الناس كنقول لكم بعدو على هاد الاشياء اي حاجة سببت لك تهيوج ديال البشرة حمرات لك لوكوغ ديالك عمرات لك الوجيه هولا منطقة فق الشفايف او لوكوغ ديال كامل منه منطقة العنوزحة الابطين بالحبوب بعدي عليها اي وصفة توتى معك ما تنوض لك الحبوب لا تشي حاجة ديالك اللي تبقيت تعتم دياليا فبزف ديال البناس كيسولوني تقولوا يرى تقهرنا بلاسير تقهرنا بالحلاوة تقهرنا بزف ديال حاجات كل مرة بسعه كنديرهم ولكن ضعينا شاركي معنا شي حل فاختي الحل اللي غنشارك معك اليومة واللي هو بسيت وزوين واللي هي وصفة ازالة الشعر الخفية يا لبنات دي المعجزة دي بمسيحة ولا بفريكة واحدة غتزول لك الشعر فتبع معي الخطوة ديال وصفة لانها سهلة مهلة غير اختيالي ما بغيتش نوضي تديرها بلوس البنات كتعطي تفتيح وتبيض للمناطق الحساسة اي مثلا بغيتش تزولي الشعر من منطقة الدو في او لا تحت الابطين فغتزول لك الشعر بمسحة واحدة زائد انها البنات غادي تبيض لك المنطقة يعني البنات او النيساء اللي كيعانوا من الشعر الكتير طويل الكبير سميك الغليض وكذلك كيعانوا من السروجية ولا الكحولية فهذا الوصفة اتنان في واحد غادي تبيضك بلوس انا غتزول لك شعر زائد بلوس ثالث حاجة واللي ما قلتاش لكم واللي هي غادي تمنع النمو ديال الشعر اي يا للم والتي غتمنعي الشعر بهذا الاللم والتي الوصفة فلعنقول لكم غزلتي وعافكم حيدوا العكز نوضوا جربوها وارضوا علينا في التعليقات لانه في غامور الناس غادي تعجبكم وغتولي ومدمنين عليها اشتركوا في القناة بغتاجيوا لها فيديو باش ان شاء الله تعمل فائدة الجميع وياللهوا معنا على بركة الله باش نتعرفوا على مقادة الوصفة الطريقة ديال التحذير والطريقة ديال استخدام المهم لبناس اول حاجة غادي نحتاجوها واللي هي السابون ديال دوف اي ديال حمامة هدا لبنات زوين صراحة كي عجبني دوف معروف بالنسمة بالريحة وبالتبييد صراحة دياله وبالترطيب هادشي باش كي عجبني سابون دوف عندي هدا لبنات ديال الخيار ديال حمامة بالنسبة لبنات اللي عندهم بشرة صنسيب بشرة حساسة بشرة ضغية كالتهيج كالتحسس من ابسط الامور فنسحك بهذا ديال الخيار ديال دوف زوين ينقي غير الطب وفي نفس الوقت ما غيخليش لك تهيوج او الحساسية ديال لوكوغ ديال سنشارك معاكم انواع اخرى ديال الصابون كين كذلك البنات هادا ديال هادا ديال هادا ديال فانيلا تهو زوين ديال دوف تهو غزايا للبنات هادا كين قسي عندي هادا ديال الورد عندي كذلك هادا ديال الكوك كين ديال الرمان كين ديال البعويد كين ديال اللاح كين صراحة بزاك وكذلك هنشارك معاكم بعض الانواع هادو الخاص فيهم النكهات ولكن تمن ديال هم كيفوتش تلاتة دراهم كين هادا بالارغان هادو البنات كتبعوا في المحلة تجارية كين هادا ديال الورد وكين البنات هادا ديال الخزام هادو ثلاث صراحة كي حمقوغ زالين كي بلونس حكم بيهم و بشدة وبالنسبة اللي بنات اللي كي سولون يتقولون لي واش ممكن ديروا الصابون حجرة اهاختي ممكن عوض هادا الانواع كاملين ديروا غير صابون حجرة او ديال اي ديال اي ديال مفئة 8 كرام ديال انا كنستخدم هادو صراحة زوينين والمنافع ديال هم البنات كتيرا و بزاة فالمهم قلنا صابون ديال ضوف او الحجرة او ديال اي نكهات بغيتي او ديال طول او اللي بغيتي والخميرة ديال الحلوه هادو هادو هم المكونين الاساسيين في هادا غوسات بالنسبة الكوتي التانوي شنو غادي نحتاجو فيه هادي نحتاجو فيه الى النشا او ما يسمى لبنات بالضورة او المايزينة ممكن الى ما تفردش تستخدمي العوض ديالها او البديل ديالها الدقيق الابيض اي دقيق المخبوزات او دقيق الفينو او دقيقة الفورس عندي هنا كما قلنا نشا الدورة في 100 كرام اه كذلك حبيباتي غادي نحتاجو ان شاء الله اه الوحد المكون زوين تهويه وفعاله اللي هو معجول الاسنان فهوكي ساعده لتفتيحه وعلى التبيض وعلى الترطيب وعلى ازالة الشعر وعلى تبيض اي منطقة فيها سواد عنديها جوجة الماركات او جوجة النوعيات هادا لبنات ميسواك الاصلي اه كل نوعية ابنكها وخاوهما نفس الماركة اللي بغيتو استخدمو ممكن ما تستخدموش انتو مقاع هادا لجوجة الماركات ديرو شي ماركة واحد اخرى فهنا من الاحسن تستخدمو نوعية ذات اللو الابيض اما الماركة ما كتهمناش طبيع الحال كتختارو فلي ماركة اللي بغيتو فقلنا انشا قلنا معجول الاسنان كذلك غزالاتي غادي نحتاجو كيميا من ماء ورد طبيع الحال ما دي الورد ممكن تختارو الماركة اللي بغيتو انا لبنات ديما كندير هادا دي القلعة سمجونة انتو مراكم كتعرفوه منسبة لبنات المتسبعة ديلي الوفيات القدر عارفيني شنو كنستخدمو انا ديما كندير هادا نوعية دي المورد لانه صراحة زوينة وكتزول له الهيلة السوداء انتفاخ العين الحمى تجاعد رمعروفة ديال منزح تلك كان فيه صخان الله يحفظ كان كبغر في الراس ديلي صراحة دقبط لانموي قلنا المعجول اسنان قلنا نشاء قلنا المدية الورد قلنا سابون ديال الحزرة قلنا الخميرة ديال الحلوة وكذلك حبيباتي غادي نحتاجو كيميه من الحليب بودق او للحليب غبرة غبرة انتم الابنات ضعي لجوج هاد الماركت اغلبية تغيبنا السرعة قريبان كاملين انتبال اغلبية الانواح قلنا فضعت هذا الانواح ما نضتع هذا الانواح من سنة الى ثلاثة سنوات ونضرب نهود حليب مجفف كامل كما يحفظت الزائد او هادو حليب موجفف كما يحفظت طريق المنشي من شاء الله بها الوصفة ستمنعي الشعر ستزوب له و ترتبه و تفتحه و تنسى إليه شئ اسميه الشعر الزائد نتمنى لبنات تشاركوا مع البنات اللي كتس عرفوا باش هكذا ان شاء الله تعوم الفائدة للجميع وعلى بركة الله ناخد وحد صحيح ديال حلوى ديال إيديال هنبضحها في الإناء ديالي بسم الله هذه البنات لكم الأجر العظيم اللي شاركتوها مع بناس وحدين خرين لأنها زوينة 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 وبسيطة باش عجبتني أنها ببسيطة للغاية ما غير مكلفة ما كتاخذ من كلام جهود ولا وقت ولا حتا شي حاجة الحمدولله فداب من بعد ما در تصرشي ديال الخميرة غادي ناخد سابونة ديال ديال دوف ديال إيه نوعية حبة الخاطر ديال أنا غندير هاد اللون هادا البينك صراح عجبتني هادية الورد فغادي نديرها ومن الأحسن تاخدي الحكا كالرقيقة قوم بتحقيق السابون مزين فالحسن فقوم بتحقيق السابون لا تحقيق السابون مزين ومن الأحسن تقرير نضيف السابون 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 المحكوك شوية المعورد وانشاء جوج ديال معاي لقعت شوف شوف البنات القوام ديالا غصيت كيف شديد هذا هو شكل الوصفة البنات نضيف كمية من الحليب مجفف اي نوعية ممكن استخدامها نضيف ملعقة من الحليب مجفف نضيف ملعقة من الحليب مجفف لاسق الإيل فى أقوانات دائما مساني دراسمي نفذ المصفة والمدية الورد نضيفه تدريجيا حتى نحصل على الخليط المترجم للقناة 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 المترجم للقناة